وقل أنت يعني بيهلأ بعمر الشباب عرفت أنت من الشباب ولكن حامل معك جزور مهمة وحامل تاريخ فني أطول بكتير من اللي هني اليوم على الساحة بعمرك خبرني عن هذه الشغلة قديش هم خليتك تتقدم عليهم وقديش هم خليتك تتعب لأنك أنت صار لك زمان بهيدا المجال اللي احنا بنعرف قديش عبقه تقيل وقديش صعب يعني اليوم لما بتجي بتقول صار لي ما شاء الله كم سنة صار وقت أنا إذا بدك أدأ إلي بدومان الفن حوالي 24 سنة بغني 24 سنة يعني كتير ربع قرن يعني حقيقة يعني عبق كتير عليك وبنفس الوقت أنت بعدك ابن جيلك ابن الشباب هلا تنتمي إلى هذا الجيل شو بتحس بس لوضح أنه العمر الفني الاحتراف حوالي 10 أو 12 سنة من بعد ما رجعت من الجيش ومن بعد لا الجيش كانت كنت عامل ألبومات يعني كنت عامل ألبوم ماشي شهي 3 ألبومات كنت عامل ونزلت بفتنة بسلك العسكر مزبوط في فترة غبت فيها كان يمكن صوتك عم يتحول أو اي وقت هاي الفترة هاي دي الفترة كان عمري حوالي 15-16 سنة وقتها نصحوني للأطباء أنه حرام بهاي دي الفترة لأنه بدو ينتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة الرجولة شو بصير بشعب على الصوتكم بهالفترة يا والد لا تذكريني لا تذكريني صرت حس حالي مش أنا فنصحوني ونصحني الأستاذ زاكي نصيف كمان الله يرحمه قال لي انتبه على صوتك بهاي المرحلة بالزيت لأنه بينقزي فأنا عملت بي نصائحون الكريمة والحمد الله يعني وقفت حوالي فترة سنة ونص ومن بعدها بلشنا نرجع نقدم أغاني سنجل ورجعت قدمت بهاي المرحلة حسيت بها المرحلة حسيت أنك أنت نضشت فنياً أنتبهت أني أنت حسيت أنك أنت خلص اليوم أنا لكن دايما الفنان دايما الفنان قد ما يعطي قد ما يقول بعد لازم بعد بعد فيه أكتر بعد فيه أكتر بعد بعد ما عملت شيء بعد بعد أنا بالمرحلة التأسيسية لصوتي إذا بدي لطالما كنت منتمياً فنياً أكتر للون المصري لنحكي ما حسينا أنه واقل ابن البقاع ابن شمستار غنى يعني العتابة والميجانة والجبلة إذا بدك يمكن يتغنيون أكيد بحفلاتك بس ما أوفاهن حقهم هل مظبوط أنت محسوب على مصر أكتر من لبنان؟ يعني أنا بعتبر هذه نقطة كتير مهمة بعتبر أنه نحن بلد واحد كل الدول العربية بعتبرها نحن بلد واحد الشغل الثاني شرف كتير كبير أني غني باللهجة لبنانية وغني باللون الجبلي يلي اسمعنا فيه كبار الفنانين وعلى رأسه من الأستاذ الكبير الله يطول بعمره وديع الصافي نعرف قدي بتحبه طبعا يعني من أروع ما خلق ربنا أصوات على هذه الكرة الأرضية ولكن بس أقلك أنا كمان بغني مثل ما قلت بالمسارح بغنيهم بس يعني صحيح أنا مش معطيته معطيت حق الأغنية الجبلية أو الموال بس اللون اللي أنا مشيت فيه السك اللي مشيت فيه غير كليا عن اللون اللبقاع والجبل وهيك بس كيف يصبح يمكن الشعر يكون لبناني هلأ فيه يمكن بألبوم مشيت خلاص كان فيه ثلاث أغاني لبناني كان فيه لبناني لحنون تركي مشتكل ما كانوا مطعم ما كانوا مطعم مين لبناني مشتكل فيه أغنية ترديه لأيام بألبوم مشيت خلاص من الأغاني اللي أنا بحبه كتير واللي إن حبت رغم إنه ما دعمت الأغنية بس في كتار 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 حبوها ويسمعوها ويقولولي لازم اتغني اللبناني فأنا إن شاء الله بوعد كل محبي واق الجسار إني رح أغني اللبناني ورح أغوص فيه بشكل جديد أكتر عقد ما منحبك عقد ما منحب صوتك ونحب الترى بالشعب اللي بتأدموك أنا والله عاتب على نفسي مش بس أنت واحد بني أنا عاتب على نفسي إنه للأسف بيادة آخر ألبوم ما كان فيه ولا أغنية لبنانية مش مقصودة أبدا هيك سيقبت يعني إن شاء الله من عوضة بالألبومات الجاي اللهجة الخليجية ما كان أنا كمان أحس كبيرة أين تنات اللي تغني خليجي؟ اللهجة الخليجية حنال بدي انتشارة صار كبير طبعا طبعا لا شك والكلام والألحان اللي عم نسمعها من أجمل ما نسمع يعني أنا من النوع اللي إذا بدي فوت بشي يب فوتوا صح يا أما أبضلني بعيد لا لا حتى أنا كون عندي إذا بدك سئة سئة يمكن سئة أو عندي إنه المؤهلات أني فوت فيه وقل أنت لا تملك مؤهلات الأغنية الخليجية اليوم؟ لا مؤهلات من حيث لألك لأ أملك المؤهلات بالصوت بس إذا بدك لأ أملك المؤهلات بالنسبة للكنة الخليجية لكن الخليجية ما نهينة فيكتار يعني فاتوا بالأغنية الخليجية وفشلوا بسي كتير نجحوا كمان بسي كتير نجحوا نجحوا ليه لأنه يعدوا مع الشاعر لأنه أتقنوها بشكل جيد طب ليه ما عملت هيدا الشيء؟ يلا أنا هيد الفكرة واردة جدا براسي وكمان إن شاء الله قريبا حيكون فيه أغاني خليجية هلأ عم يبعتولي أغاني خليجية وعم بسمعه وإن شاء الله بيكون إلا نصيبه